الفكرة العامة وملخصها أنه بدنا نحط الآباء على المساهمة في تدريسنا وتحديداً موضوع العدالة الاجتماعية والمساوى الاجتماعية واستحضرني أنا مثال البارك كنا نعمل فيها ونأثل محمد الفرانجا عن موضوع القرار تبع الشرطة الفلسطينية أفوتنا وأحبتنا اللي بتعلق بحزام الأمان والبعض يعني معه والبعض ضد نقاشات صارت في قوله هذا الموضوع خاصة داخل المدن الاعتبار أن السرعة والقسوى لا تتجاوز أربعين صحيح ولا لا مهم فالهدف ذا كان منه تعزيز سلوك الاندبار والاعتزام بالنظام والقانون كل الاحترام بالقانون على رأس المدوخ وإحنا أول الملتزمين بهذا القانون وكذلك الأمر فيما يتعلق بمشروح صورة واحدة أعتقد أنه الهدف منه هو تعزيز الروح الإيجابية داخل هذه النوار المجتمع النوار الأساسية الأسرة إن صنوحة الأسرة باعتقاد صنوحة المجتمع بشكل عام نسأل الله صلاة للمجتمع ولنا جميعا شرفنا بالتعاون والتعامل مع فعاليات أطبعوهم من برنية من مركز نسوي من مجموعات الأباء من أطفال أيضا ونزدادوا شرفا في هذا اليوم بالمشاركة معكم في اختتام هذا المشروع على أمل إن شاء الله نستمر في التعاون المستفى بل في مشاريع أخرى تخدم الصالح العام داخل هذه البلدة الطيبة أهلا وخاصة في الأدوار النمطية اللي بتنالها الاتقار أو الأنثى واللي بتتعيد من تقدم المجتمع وتطورها ونما وإحنا مندرك جميعا بأن الأسرة هي أعماد المجتمع والإصلاح تأثير الأسرة هو إصلاح بمثل المجتمع بشكل كامل بحدث تغييرات وتأثيرات عميقة على المستويات الاجتماعية والمستوى الاقتصادي والناتجي للجمالي على المستوى السياسي إذا إذا حسنا إضاءة هذه الأسرة والتعامل مع مكوناتها والأدوار الموجودة لها الأسرة إحنا في هذه الفترات الماضية جرى تحديث على الواقع الاجتماع الفلسطيني اليوم في عندنا زيادة بالنسبة عالية جدا من التعليم حتى أننا تغلب الإناث في مكانية من عملية التعليم كمان في عندنا نسبة عالية أصدقى اليوم في حالة من التشجيل ورساهمات من الفعالة في العمل الفلسطيني هذا من كل التغيير اللي طرأ على الأنثى لم يواك عملية تغيير في الدور النمطي المأمول منها داخل الأسرة على هذا الأساس اليوم إحنا مندعو للمساهمة الدكتورية في تخفيف العباء عن المرأة والمشاهمة في العملية التعليمية قصورة ممضية أولى أو في حالة أولى ولكن نجب أنها تمتد لكل مسائل الحياة ما دام العلاقات أصبح تشاركية والفعل تشاركي والناديج تشاركي إذن في كل الأطوال التي يكون في حالة من التشاركية الفعالة كما كان لأغراضنا الاجتماعي الإعلامي بحاجة منه يركز على ضرورة التعديل الأشكال النمضية في العلاقة داخل الأسرة التربية والتعليم بالضرورة أن نتركز على هذا الاجتماع خاصة في موضوع كمان حتى المدرسين في المدارس في خاصة تعزيزها أو من هاي الوقت المناهج بالنسبة لأعمارهم بتصور إنه صعب مش بدون متابعة شوية بزيادة فوق مشتوىهم من الذهني؟ أعتقد إنه بزيادة يعني أنا يعني يمكن عشان نزواج تحتنا درسة فدائية بصموش شباط يعني متابعة لولا بس أنا نقدر بقول عشان مين بني حلا بس مستوى تعليم الأشباء لما غير دلوا علاقة في الأبطاء تقول للأسراب منجل العام الغارة كلا مجمع الجاء من هذه الكساب التي ألتك شخص درسة فأنا سأعرض مالورٌ بني أمي النزايد حمد أعباء سوفنا عطواتيين وانتك شهر المترجم للقناة 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 المترجم للقناة